السلام عليكم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من فلسطين منذ وجد الاحتلال الصهيوني في فلسطين وجدت المقاومة ولم تتوقف ذلك أن فلسطين بأقصاها وقدسها ومقدساتها وبركتها وعمق مكانتها في قلوب مئات الملايين تشكل بحد ذاتها برنامجا ملهما للتضحية والعطاء والفداء كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر أي ترب غير هذا الترب من مسكن وعنبر أي أفق غير هذا الأفق في الدنيا معطر كلما دافعت عن أرضك عود العمر يخضر وجناحي يا فلسطين على القمة ينشر يا حرب أرض الأقصى يا زيتوني بكرام تضويلوا كل ما أمسى يا قندي لتنحرار يا حرب أرض الأقصى يا زيتوني بكرام تضويلوا كل ما أمسى يا قندي لتنحرار يا امرأة طالي لنهار تصنع خجر الانتصار وبزنودك تحمل أسوار منك هالعسكر هابو البزنودك تحمل أسوار منك هالعسكر هابو بالدفوط على الأكثر بالغسفين علىهم بالدفوط بالراح بالدار تبدين شيء أكثر هنا 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 وبرباطك مسر الرسول رابط شالك عجراح واسمعنا صالت لكيول بلمت الياس وبرباطك مسر الرسول رابط شالك عجراح واسمعنا صالت لكيول لما الدنيا في ساحه ورابط الأصباح ما تهول بكفيك كسرت اسلاحه كل أحلامه بالتهويت صارت وهم بسراب يا حرب أرض الأقصى يا زي كل أي دراب ندويله كل ما أمسى يا ديني نحرابه هيلة 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 مرحبا بكم من جديد أعزان المشاهدين حركة مقاطعة إسرائيل الإنجازات والآفاق الأهمية والمهام هذه الحركة تختصر باللغة الإنجليزية إلى الحروف الثلاث BDS وهي حركة فلسطينية ولكنها تحولت إلى حركة عالمية تناضل ضد الاحتلال الصهيوني العنصري في فلسطين المحتلة تأسست عام 2005 وبعدها بدأت في مراكمة إنجازاتها حتى أصبحت تشكل خطرا كبيرا على دولة الاحتلال حيث أنها تعمل في المجال الثقافي والاقتصادي والسياسي إلى جانب المجال الأكاديمي اليوم يسعدنا أن نستضيف الدكتور حيدر عيد عضو الهيئة العليا للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل والذي ينضم إلينا مباشرة من مدينة غزة المحاصرة ليكون ضيفنا في هذه الحلقة أرحب بك معنا دكتور حيدر في هذه الحلقة شكرا على الاستضافة أشكركم شكرا لك على تلبية الدعوة دكتور ودعنا نتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن الموضوع ثم نعود للنقاش فابقوا معنا حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرد العقوبات عليها هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين تأسست عام 2005 عندما اجتمع أكثر من 171 منظمة مجتمع مدني ثلسطيني نادت على المجتمع الدولي بمقاطعة إسرائيل عدم الاستثمار منها ومن الشركات التي تستفيد من نظامها الاضطهادي وفرض عقوبات عليها بالضبط كما تم فرض عقوبات على نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا حتى يتم تطبيق القانون الدولي تتناول مطالب حركة مقاطعة إسرائيل بي دي أس طموحة وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطيني 48 إلى قطاع غزة والضفة الغربية مما فيها القدس إلى المخيمات والشتات والذي شردمه الاستعمار الاستطاني على مراحل نجحت حركة مقاطعة إسرائيل في بداية عزل النظام الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً وإلى درجة ما اقتصادياً حتى بات هذا النظام يعتبر الحركة اليوم من أكبر الأخطار الاستراتيجية المحدقة به إنجازات على المستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي والمستوى الأكاديمي أكبر دليل على إنجازات حركة المقاطعة هم تصريحات قادة الكيان الصهيونين أنفسهم يعتبروا حركة مقاطعة إسرائيل أصبحت تشكل خطر استراتيجي يتحول إلى خطر وجودي على دولة إسرائيل وزارة الشؤون الاستراتيجية تهتم في موضعهم وتعتبرهم خطر استراتيجي وجودي على إسرائيل هي الخطر النووي الإيراني وحركة مقاطعة إسرائيل الدليل آخر على جدوى حركة المقاطعة هي الحملة الشرسة المستمرة من قيادة الكيان الصهيون ضد الحركة من تجريم من سن القوانين التي تجريم من حركة المقاطعة ملاحقة الناشطين حتى وصل الأمر إلى تهديد بالاغتيال المدني لنشطاء المقاطعة وتعرف الحركة نفسها أنها حركة مقاومة سلمية اجتمالية لا إقصائية مناهضة للعنصرية بكفة أشكالها بما في ذلك الصهيونية ومعادات المجموعات الدينية والعرقية كافة وتحظى بدعم من قبل اتحادات ونقابات وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الدولي كما تؤيدها شخصيات مؤثرة في الرأي العام أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين أهلا كذلك بالدكتور حيدر عيد عضو الهيئة العليا للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل الكيان الصهيوني أرحب بك معنا مرة أخرى دكتور حيدر شكرا شكرا دكتور منذ أن تأسست هذه الحركة وهي في عمل دؤوب استطاعت من خلاله أن تكون تشكل مثار انتباه الصهيونة أولا وكذلك تحظى باحترام كبير من عدد أو قطاعات واسعة من الأكاديميين والسياسيين في أوروبا وأمريكا وأكثر من مكان في هذا العالم وأنتم دخلتم في هذا الاتجاه للنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي من الباب الذي تريده إسرائيل وتفهمه وتنادبه يعني أو ينادبه العالم كله مقاومة سلمية شعبية أكاديمية متحضرة إلى آخرة لماذا بدأتم بهذا العمل ما أهمية أن تكون لدينا حركة مقاطعة من هذا الطراز مرة أخرى أشكركم على الاستضافة أنا حقيقة سؤال غاية في الأهمية لأنه يحتم علينا أن ننظر إلى الخلفية التاريخية التي انطلقت من خلالها حركة المقاطعة الفلسطينية بامتداداتها العالمية كما تفضلتم يعني أنا على الصعيد الشخصي أنا تخرجت من جامعة جوهانسبيك أخذت جهات الدكتوراه من جامعة جوهانسبيك وأنا أقول هذا الكلام لأن التجربة الجنوب الأفريقية ضد نظام الأبارتهايد ونداء المقاطعة الذي صدر من جنوب أفريقيا وبالذات في نهاية الخمسينيات 1958 59 من قبل مجموعة من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي كان يقوده الراحل الكبير نيسون مندلا هذا النداء صدر من مدينة لندن في بريطانيا ودع المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقوانين الدولية من خلال مقاطعة نظام الأبارتهايد بويكوتينج أبارتهايد كما تفضلتم باللغة الإنجليزية وعدم الاستثمار وفرض العقوبات على نظام الأبارتهايد حتى يستجيب للشرعية الدولية وتعريفهم للشرعية الدولية في ذلك الوقت هو إنهاء نظام الأبارتهايد بالكامل وخلق مجتمع ديمقراطي في جنوب أفريقيا بالنظر إلى القضية الفلسطينية وجدنا أن هناك على الرغم من وجود اختلافات طبعا ما بين ما حصل في جنوب أفريقيا وفلسطين لكن هناك أيضا أوجه شبه وحركة المقاطعة ضد نظام الأبارتهايد كانت تشكل عمودا رئيسيا من أعمدة النضال ضد الأبارتهايد حيث كان النضال الأفريقي في جنوب أفريقي يعتمد على أربع أعمدة رئيسية ضد النضال منها الكفاحة المسلح منها التعبع الجماهرية والشعبية العارمة منها النضال التحت أرضي والعمود الأخير هو نداء المقاطعة والتضامن الدولي سئلنا أكثر من مرة كمجتمع مدني فلسطيني وحتى كهيئة قوة وطنية وإسلامية إلى أخره من قبل المتضامنين الأجانب والدوليين ما الذي تريدونه منا كمجتمع دولي ما هو المطلوب منا كمجتمع مدني وأيضا كحكومات ونحن ارتأينا أنه بعد أن ترسنا التجربة الجنوب الأفريقية وقبلها التجربة الهندية وأيضا تجربة الجنوب الأمريكي مارتين لوثر كينغ إلى آخره أن أسلوب المقاطعة هو أنجع أدوات التضامن مع المضطهد وهذا ما حصل في متصف الثمانينات كانت الحكومة الأمريكية تعتبر نسل مندلة أكبر إرهابي على سطح الكرة الأرضية كان حزب المؤتمر الوطن الأفريقي وهو الحزب الحاكم الآن في جمهورية جنوب أفريقيا مدرجا على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا فبالتالي تساءلنا ما الذي حصل ما بين 1985 و1990 عندما أطلق صراحة نسل مندلة من السجن ومنح جائزة نوبل للسلام وتم انتخابه كأول رئيس أسود لجمهورية جنوب أفريقيا متعددة الأعراق والأجناس والثقافات والدينات عام 1974 وكان الجواب دائما يأتينا هو تعدد أسليب النضال وأيضا التركيز على مقاطعة نظام الأبارتهايد ليس فقط اقتصاديا كما يعتقد البعض بل أيضا أكاديميين كما تفضلت وثقافيا ورياضيا وبناء على ذلك قبنا عام 2004 قبل عام 2005 بإطلاق نداء المقاطعة الأكاديمية وأنا لي الشرف أنني عضو في الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل لأننا نعلم ونعرف بشكل جيد أن صراعنا مع الاحتلال الصهيوني هو صراع على الوعي وعلى الذاكرة وبالتالي طالبنا بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب تواطئها بل مشاركتها في انتهاكات القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني وعام 2005 قمنا بإطلاق نداء المقاطعة العام حيث طلبنا بمقاطعة إسرائيل اقتصاديا وعسكريا وسياسيا إلى آخره إلى آخره لكننا لم نعول على الحكومات الدولية بالضبط كما لم يعول مطلقون إداء المقاطعة ضد جنوب أفريقيا ضد نظام الأبرتايد على الحكومات في البداية عولوا على مؤسسات المجتمع المدني على النقابات إلى آخره إلى آخره وهذه بدورها قامت بالضغط على حكوماتها لمقاطعة نظام الأبرتايد وهذا بالضبط ما يحصل الآن ضد نظام الاحتلال الصهيوني حيث أننا نعتقد أننا قد وصلنا إلى لحظتنا الجنوب الأفريقية أي تلك اللحظة التي عانى منها نظام الأبرتايد من مقاطعة وعزل شامل من قبل المجتمع الدولي وأدت في المحاصلة النهائية إلى فرض عقوبات على كل الشركات ليس فقط الشركات الجنوب الأفريقية البيضاء بل كل الشركات الأجنبية التي ساهمت في تعزيز نظام الأبرتايد دكتور ألا تلاحظ معنا شيئاً ما غريب في هذا الموضوع وهو أن دولة الاحتلال التي تمتلك العشرات من الرؤوس النموية وقوة عسكرية وأمنية ضخمة في العالم يهابها القريب والبعيد تخشى من حركة مقاطعة عالمية يقودها مثقفون وأكاديميون في أكثر من مجال لماذا تخشى دولة الاحتلال هذا النوع من الحركات؟ سؤال جيد تعديل بسيط أنا لا أعتقد أنه فقط من يقود حركة المقاطعة هم فقط مثقفون وأكاديميين أي نعم بدأنا المقاطعة من خلال إطلاق نضاء المقاطعة الأكاديمية والثقافية لكن لاحظ أستاذي أنه عام 2005 عندما أطلق نضاء المقاطعة الأول تم تبنيه من الغالبية الساحقة من قطاعات المجتمع المدني وعلى رأسهم اتحاد نقبات العمال المرأة الشباب الطلاب إلى آخره إلى آخره لدرجة أنه يوجد ممثل هيئة القوى الوطنية والإسلامية على سكرتارية اللجنة الوطنية للمقاطعة التي توجه وتقود حركة المقاطعة العالمية فبالتالي أي نعم بدأها بعض المثقفين ولكنها أيضا استلهمت نضالها من قوى الشعب ومن نضالات الشعب الفلسطيني بشكل عام الآن لماذا تخاف إسرائيل من حركة المقاطعة والإجابة تكمن هو لماذا خاف نظام الأبرتهايد من نداء المقاطعة العالمي ولماذا تم عزله هذا الجواب يكمن في أن إسرائيل هي دولة هي دولة لجيش واستورد شعب وبالتالي هناك عقيدة عسكرية هي التي توجه الكيان الصهيوني أنا أريد أن ألخص على سعيد أو أقتبس ما قاله رئيس الإركان الإسرائيلي السابق قال نحن كجيش رابع أو ثالث أو رابع أقوى جيش في العالم على حد قوله مهيئون لمحاربة جيوش عربية مهيئون لمواجهة رؤوس نووية لكننا يعني غير مهيئين لمواجهة نشطاء سلميين لا عنفيين يدعون لعزل دولة إسرائيل وأيضاً ذكر التجربة الجنوب الأفريقية بمعنى أننا في نضالنا كشعب فلسطيني وكنشطاء مقاطعة نعول على الواعز الأخلاقي للمواطن الموجود في نيويورك للمواطن الموجود في سيرلينكا للمواطن الموجود في جمهورية جنوب أفريقيا بالضبط كما عول مشطاء المقاطعة ضد نظام الأبرتهايد أنا أذكر أنني في الثمانينات وكنت موجود في أوروبا كنت أمتنع عن شراء أي شيء ينتج في جنوب أفريقيا من قبل نظام الأبرتهايد وهذا ما يحصل بالضبط أن لديك مقاطعة عالمية ضد شركات أجنبية ونجحنا في حملات على صعيد المثال ضد شركة فيوليا الفرنسية التي تسير قطار من القدس الشرقية إلى بعض المستوطنات وهذا مخالف للقانون الدولي ومن خلال حملتنا ضد شركة فيوليا ومع مشاركة حركة البي دي أس في فرنسا إلى آخره خسرت الشركة ما يعادل 23 مليار دولار وبالتالي اضطرت إلى سحب أعمالها من دولة إسرائيل شركة جي فور أس الأمنية التي تساعد قوات الاحتلال الإسرائيلي في حفظ الأمن في السجون الإسرائيلية التي تضطهد المساجين السياسيين الفلسطينيين وتقوم بتسيير الدوريات الإسرائيلية وعلى صعيد المثال على معبر بيت حنون إيرز تقوم بإمداد القوات الإسرائيلية بالمعدات التقنية التي تساعد في اضطهاد الشعب الفلسطيني وحصار قطاع غزة قمنا باستهداف هذه الشركة والآن هي تقوم بسحب أعمالها من دولة إسرائيل وتعويلنا في الأساس والاختصار الإجابة على سؤالك أستاذي أننا نعول على الوعز الأخلاقي لدى المواطن العادي في شوارع لندن في دابلين في جوهانسبيرك في نيويورك في نيو ديلهي قبل أن آتي إلى الأستوديو تلقيت رسالة من الهند موقعة من قبل العديد من المؤسسات النسوية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة في الهند والتي تمثل أكثر من عشر مليون إمرأة هندية تتبنى نداء المقاطعة الفلسطينية في الوقت الذي تقوم به الحكومة الهندية ذات التوجه اليميني العنصري بعقد اتفاقيات مع الحكومة الإسرائيلية بمعنى أننا كسبنا الشارع على صعيد العالم ونحاول الآن الانتقال من الشارع إلى الحكومات نعم جميل ورمما هذا الشارع هو الذي يؤثر على الحكومات وقراراتها دكتور يعني يلفت الانتباه في حديثكم أن هذا التأثير الذي بدأ متراكما في خلينا نقول عمر قصير للحركة وليس عمرا طويلا إذا كانت انطلقت رسميا في 2005 نحن نتحدث عن 13 عاما وليس أكثر من ذلك ورغم هذا هناك إنجازات متراكمة كبيرة وأصبحت الحركة تقلق للقادة الصهاينة ويضعون في حساباتهم كيف يواجهون هذا وهذا ما سنأتي إليه من خلال سن الكنيسة الإسرائيلي عام 2011 قانون أسمى بقانون المقاطعة لكن قبل أن نصل إلى هذا القانون أريد أن تخبرنا كيف تحاول دولة الاحتلال محاربة هذه الحركة نعم أنا سأتطرق لهذا السؤال لكن أود أن أعقب على الجزء الأول من تعليقك أستاذ أنه كلامك صحيح تراكمت في فترة زمنية بسيطة الإنجازات وأنا أود أن أذكر وأذكر المشاهدين الكرام أن استجابة المجتمع الدولي لنداء مقاطعة نظام الأبرتهايت في جنوب أفريقيا أخذ أكثر من ثلاثين عام بمعنى أنه أطلق نداء المقاطعة ضد نظام الأبرتهايت في نهاية الخمسينيات ووصلنا إلى منتصف الثمانينات وكان لا يزال النضال الأسود ضد الاضطهاد العنصر في جنوب أفريقيا يعتبروا إرهابيا في الحالة الفلسطينية نقطة التحول الخطيرة حصلت بعد الحرب الإبادية الأولى على قطاع غزة عام 2008-2009 حيث كان هناك أي دعم تراكم لإنجازات حركة المقاطعة منذ ما بين 2005-2008 لكن حصل قفزة هائلة عام 2009 بعد أن بدأ المواطن العادي في العالم من جنوب شرق آسيا إلى أفريقيا إلى أوروبا إلى الأمريكتين يرى طبيعة المجازر الإبادية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وزاد أيضا التراكم وقفزنا قفزة أخرى عام 2012 والقفزة الكبرى جدا والتي أوصلتنا إلى لحظتنا الجنوب الأفريقية حصلت عام 2014 وبالتالي عندما قام الأبدزمنتوتو المناضل الجنوب الأفريقي والذي حصل على جائزة نوبل للسلام بسبب نضاله السلمي واللاعنفي ضد نظام الأبرتايد عندما قام بزيارتنا في قطاع غزة وزارة الضفة الغربية وهو الآن يعد من أبرز الداعين لمقاطعة دولة إسرائيل ونظامها العنصري قال لنا استطعتم أن تنجزوا في ثلاث أو أربع سنوات في فلسطين ومن خلال حركة المقاطعة ما أنجزناه في ثلاثين عام وهذا لا يعود طبعا فقط لأن أسلوب نضالنا متطور وواء إلى آخره لقد تعلمنا أيضا من جنوب أفريقيا ولكن استفدنا من الإنترنت من الفيسبوك من وسائل التواصل الإجتماعي إلى آخره الآن بالنسبة للحرب الإسرائيلية على حركة المقاطعة لاحظ أنه بمجرد إطلاق نداء المقاطعة كما تفضلت عام 2005 وقبلها عام 2004 نداء المقاطعة الأكاديمية والثقافية أن إسرائيل قررت أن توكل مهمة محاربة حركة المقاطعة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قامت بدورها بإطلاق حملة تسمى حملة باللغة العبرية الخاسبراء أو البروباجندا والدعاية لمواجهة المد والتسونامي حركة المقاطعة وفي عام 2009 تقريبا 2010 ثبت فشل هذه الحملة وبالتالي قررت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة العنصرية نقل ملف محاربة حركة المقاطعة من وزارة الخارجية الإسرائيلية من خلال حملة الخاسبراء إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية المعنية بمحاربة القوى النووية الإيرانية ومحاربة حزب الله ومحاربة القوى المسلحة الموجودة في فلسطين بمعنى وتبعا لتقرير تم تقديمه إلى مؤتمر هرتسيليا عام 2009-2010 وكلنا يعلم أن مؤتمر هرتسيليا هو مؤتمر سنوي تشرف عليه الحكومة الإسرائيلية أيضا ويقوم بإعداد أبحاث لدراسة مستقبل دولة إسرائيل من الناحية الأمنية والاستراتيجية كان أهم تقرير قدم إلى هذا المؤتمر 2009-2010 بعنوان نزع شرعية دولة إسرائيل وعندما تقرأ هذا التقرير أن ما ينزع شرعية دولة إسرائيل هو ما يشكل خطرا استراتيجيا ووجديا على دولة إسرائيل وهذان الخطران هما القوى النووية الإيرانية كما تدعي إسرائيل وحركة المقاطعة العالمية ذات القيادة الفلسطينية نعم تمام أرجو أن تبقى معنا دكتور سنذهب إلى فاصل قصير بعده نواصل حديثنا فابقوا معنا اشتركوا في القناة مرحبا بكم من جديد مرحبا بضيف دكتور حيدر من غزة دكتور لعلك تلاحظ معنا أنه على الرغم من كل هذه الإجراءات الصهيونية لوقف تمدد حركة المقاطعة لإسرائيل في العالم إلا أنها فشلت في ذلك والمفارقة هنا دكتور هو أن دولة الاحتلال التي تفشل في أوروبا وأمريكا وفي أكثر من دولة في العالم تنجح مع الأسف الشديد في اختراقات واضحة على صعيد الأنظم العربية وترسخ علاقاتها وتطبيعها مع بعض الدول العربية وخاصة في هذه الأيام حيث نلاحظ أن هناك حملة كبيرة وشرسة للتطبيع مع العرب ألا تلفت انتباهك مثل هذه المفارقات؟ طبيعي طبيعي أنا أشكرك على طرح هذا السؤال وكنت متوقع للأمانة يعني أنها قضية التطبيع هي ما يميز ما يسمى بصفقة القرن الآن لاحظ أن حملة التطبيع الوقحة والمسعورة على صعيد العالم العربي بدأت تقريبا تزداد وتتراكم في آخر سنتين لكن لاحظ أن قطار التطبيع كان قد بدأ في البداية مع زيارة الرئيس المصري السابق محمد أنور السداد عام 1977 لإسرائيل وإلقاه خطاب تطبيعي في الكنيسة الإسرائيلي ثم وصلنا إلى توقيع اتفاقيات أوسلو التطبيعية واتفاقيات وادي عربة التطبيعية وكلنا يعلم أن هذه الاتفاقيات عملت على تطويع العقل الفلسطيني على صعيد اتفاقيات أوسلو وتطويع العقل العربي من خلال اتفاقيات وادي عربة وكام ديفيد للقبول بأن وجود إسرائيل في العالم العربي وعلى أرض فلسطين التاريخية هو وجود طبيعي بمعنى أن دولة إسرائيل كدولة استعمار استيطاني تمارس اضطهاد مركب ضد مكونات الشعب الفلسطيني الثلاث سكان الضفة الغربية وقطاع غزة سكان فلسطين الثمانية وأربعين واللاجئين الفلسطينيين في الشتات أن ما تمارسه إسرائيل ضدهم هو أمر طبيعي وبالتالي علينا الاعتراف بدولة إسرائيل مما يعني اعتراف بحقها في أرض فلسطين التاريخية أو على الأقل 78% من أرض فلسطين التاريخية نقطة التحول الخطيرة في العلاقة ما بين العالم العربي بدأت بكسر الحاجز النفسي الذي قام ما سماه كسر الحاجز النفسي أنور السادات 77 لكن الأخطر كان في توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 وهي تطبيعية بامتياز وشكلت ورقة توت تغطي عورة الأنظمة العربية في محاولاتها المستميتة للاستجابة للضغوط الأمريكية وتطبيع علاقاتها مع دولة إسرائيل وهذا ما تم تكثيفه في السنة الماضية والسنة الحالية الآن من خلال تطبيع العلاقات وإن كان لم يتم الإعلان عن ذلك رسمياً ما بين المملكة السعودية ما بين دولة الإمارات ما بين قطر ودولة إسرائيل وأنا أتحدث معاك الآن تم دعوة على صعيد المثال قبل يومين وفد رياضي يمثل مدارس إسرائيلية للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للمدارس في الدوحة على صعيد المثال يعني هنا قطر دولة الإمارات العربية دولة الإمارات العربية ودولة السعودية والمغرب وهي دول تقود قطار التطبيع في العالم العربي بالإضافة للدول العربية التي لها علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي عملت اتفاقيات أوسلو من جهة على تطويع العقل الفلسطيني للقبول بما يسمى الاعتراب بدولة إسرائيل والقبول بحقها على 78% من فلسطين التاريخية وإعادة تعريف الشعب الفلسطيني ليشمل فقط ثلث الشعب الفلسطيني أي سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والمحاولة لإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين بدلا من المطالبة بتطبيق قرار الأمم المتحدة 1-9-4 واعتبار قضية 1.4 مليون فلسطيني يعيشون كمواطني درجة ثانية أو ثالثة في إسرائيل اعتبارها قضية إسرائيلية داخلية وبالتالي تم تطبيع الوجود الصهيوني في فلسطين واعتبار أنه أمرا أمرا طبيعيا هنا يكمن أهمية حركة المقاطعة من خلال تعريفاتها التي أصدرتها عن التطبيع وتمعيير المقاطعة دكتور هناك الكثير من الأسئلة في الحقيقة ونحن سعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة ولكن السؤال ما قبل الأخير إلى أي مدى يمكن أن تستويد السلطة الفلسطينية من مثل هذه الحركات حيث أن هذه الحركات تتسق في عملها مع ما تدعو إليه السلطة عبد الرئيسية محمود عباس ومختلف مؤسساتها من مقاومة شعبية سلمية أنا أعتقد أن هناك تعريفات مختلف عليها قضية المقاومة الشعبية أنا أعتقد أن السلطة الوطنية الفلسطينية بصراحة هي ملتزمة باتفاقيات أوسلو وبالتالي تقوم بالتنسيق الأمني مع الاحتلال ولها التزامات من خلال بروتوكولات باريس وهي الشق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو وعليه فإن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت أكثر من مرة أسقف دعوتها للمقاطعة هو مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية ولكن نداء المقاطعة الفلسطيني الذي يتمحور حوله إجماع فلسطيني من خلال تبنيه من كل قطاعات المجتمع المدني وحتى هيئة القوى الوطنية والإسلامية يدعو إلى مقاطعة كل المؤسسات الإسرائيلية ومقاطعة كل ما هو إسرائيلي ولاحظ أننا لا ندعو فقط إلى مقاطعة بضائع المستوطنات والتعريف التطبيع الذي يتمحور حوله إجماع فلسطيني وتم إقراره من كل قطاعات المجتمع المدني الفلسطيني وهيئة القوى الوطنية والإسلامية في المؤتمر المقاطعة الأول عام 2007 والذي تم خلاله إعلان إطلاق اللجنة الوطنية للمقاطعة التي تقود حركة المقاطعة العالمية أن التطبيع هو الجامع بين طرف فلسطيني أو عربي وطرف إسرائيلي دون أن يأخذ الطرف الإسرائيلي الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وبالتالي كل أشكال التعاون ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة إسرائيل يندرج في إطار التطبيع وبالتالي نحن ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية أن تستجيب لقرارات المجلس المركزي الأخيرة وقبل الأخيرة التي دعا فيها لتبني المقاطعة وصلت الفكرة دكتور وصلت الفكرة سؤال أخير لو سمحت في دقيقة واحدة ما مستقبل هذه الحركة أنا أعتقد أن مستقبل هذه الحركة هو بالضبط المستقبل الذي كان متوقعا لحركة المقاطعة ضد نظام الأبرتايد أي أن حركة المقاطعة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل حتى تستجيب لشرعية دولية من خلال انسحابها من الأراضي الفلسطينية عام 67 بما فيها القدس من خلال تطبيق قرار الأمم الممتحدة 1-9-4 الذي يدعو لعودة اللاجئين والمسوال كاملة ما بين السكان اليهود في فلسطين 48 والسكان الفلسطينيين وأنا أعتقد أننا نصل إلى هذه اللحظة الجنوب الأفريقية التي ستجد إسرائيل نفسها معزولة بالكامل عن المجتمع الدولي أشكرك جزيلا دكتور حيدر عيد عضو الهيئة العليا للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل كنت معنا من مدينة غزة المحاصرة الصامدة القوية شكرا لك ننتقل بكم بعد قليل إلى فقرة أخرى زهرة المدائن ونتحدث فيها عن موضوع خطير وغاية في الأهمية بعد قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نجد لهم عنوانا أو تاريخا أو حضارة ماذا فعلوا؟ سعوا إلى تهويد المكان فقامت الحركة الصهيونية وكيانها المحتل على مدى 125 عاما بعبرنة أسماء 7000 موقع عبرنا تعني تحويد الإسم العربي إلى الإسم عبري من هذه المواقع 7000 موقع أكثر من 5000 موقع جغرافي يعني جبال، تلال، أماكن جغرافية كثيرة وعدت مئات من الأسماء التاريخية التي كانت مسمى بأسماء عربية فلسطينية وأكثر من ألف اسم للمستوطنات التي تم بناؤها حديثا في تلك الفترة قبل عقود من الزمن عملية العبرنة تمت بواسطة لجنة يهودية كانت الوكادة اليهودية ألفتها عام 1922 المسألة إذن ليست مسألة عابرة أو بدون تخطيط هذه اللجنة التي شكلت في بدايات القرن الماضي بقيت تعمل حتى هذه اللحظة وهي تضم حاليا 24 عضوا من العلماء اليهود في شتى الاختصاصات وهؤلاء العلماء يقومون دائما بمحاولة تغيير أسماء أخرى في المدينة المقدسة وفي باقي فلسطين المحتلة وتشمل هذه اللجنة ممثلين عن كافة الوزارات المعنية بذلك مثل وزارة الحرب الصهيونية وربما وزارات مثل الثقافة وغيرها إلى جانب أخصائيين أو خلونا نقول مندوبين عن الوكالة اليهودية عن الصندوق القومي اليهودي عن الجيش الصهيوني وهكذا بن جوريون مؤسس دولة إسرائيل وشخصية غاية في الأهمية في هذه الدولة عبر عن أهمية تغيير هذه الأسماء لمحاولة تزييف الواقع وتغيير التاريخ قائلا إن علينا إبعاد الأسماء العربية لاعتبارات سياسية ومثل ما لا نعترف بالملكية السياسية للعرب على هذه البلاد يعني فلسطين فإننا لا نعترف بملكيتهم الروحانية وبأسمائهم التي سموا بها هذه البلاد فعلينا أن نسميها بأسماء عبرانية صهيونية جديدة وهكذا تحاول دولة الاحتلال أن تقول عن نفسها أنا موجودة هنا ولتاريخ من خلال هذه التسميات الجديدة هذا كله جانب من جوانب التهويد تهويد المدينة وعبرانة الأسماء كتب محمود درويش في هذا الموضوع كثيرا لكن دعونا الآن نرى جانب المخططات التي تعمل من خلالها دولة الاحتلال لتحويل هذه المدينة المقدسة إلى مكان سياحي فريد على مستوى العالم كله من خلال بعض المخططات التي سينتهون منها بعد عقود من الآن لو تم الأمر كما يرغبون ويخططون فلنتابع لو سئلت المتبينون اليهود عن أولوياتهم فهم ذاهبون إلى المركز التاريخي للمدينة المقدسة لتحقيق هدف هو الأسمى هو الأهم على الإطلاق في ذهن الأحزاب الدينية في حين أن هذا الوجه يشكل ويراود ويدغدق عواطف الذين يسمونهم المطورون وهذا ما يسمى عملية تطوير هي في واقع الأمر وفق نظرتنا المعمارية والهندسية هي عملية تدمير وليس تطوير هذه المواقع الآن يريد الاحتلال إخفائها كلية وهذه الإحياء التي دمرها جزئيا أو كليا لا يريد أن يراها مرة أخرى ويريد اقتلاعها من جذورها فهو بذلك يؤسس إلى أن الأقصى ليس أقصى إنما هو هيكل وأن القصور الأموية ليست عربية أموية أو عباسية إنما هي مطاهر لهذا الهيكل البعد السياسي في مشروع في مدخل مدينة باتجاه موانئها البرية والبحرية والجوية كاننا نتحدث عن الموانئ في يافا والموانئ في البحر المتوسط وأيضا في مطار اللد يعني كل ذلك يعطي مؤشرا أن الهدف من المشروع أن يعطي ما يسمى الفيرست إمبريشن يعني الانطباع الأول عن المدينة أو أنها مدينة استطاع الإسرائيليون أن يطوروها على نحو يذكرنا بمدرسة باوفاوس التي بنيت بداية عليها تل أبيب وبالتالي مدينة عملاقة حديثة تزهو بحضارتها وغيماها وتوفر للسائحين زيارة ممتعة جدا جدا فضلا عن أن هناك أهداف في الحقيقة لجذب المال لأن هؤلاء القادمون إلى المدينة المقدسة عندما يجدون هذه البنية التحتية والمتعة الرخيصة بهذا الشكل وما من شك أن الإسرائيليين يجدون هذا الجانب بشكل منقطع نظير وأن الفتيات الإسرائيليات لديهم فتوى من الحاخامية الكبرى مثل تسيبي ليفني ما قالت بأن بوسعهن التواصل مع من يريدن بأجل خدمة أهداف الدولة يعني توظيف حتى الأخلاق بمسحها لصالح أهداف الدولة وشعب إسرائيل ترجمة نانسي قنقر مدينة أخرى تحكي قصتها التاريخية والحضارية هي عاصمة الجليل الأعلى مدينة من أجمل المدن الفلسطينية ما زالت صامدة في مواجهة العدوان الصهيوني والاحتلال الذي تم في عام 48 وما زالت كثير من بيوتها من بيوت سكانها سابقا قبل الاحتلال كما هي ولم تتغير يتغير عليها شيء وبإمكان الناس أن يعودوا إليها لو كان هناك حق في هذا العالم ولو كان هذا العالم عادلا دعونا نطالع سوية صفد عاصمة الجليل الأعلى صفد في أقصى شمال فلسطين تقع صفد والتي تعد من أقدم مدن فلسطين أسسها الكنعانيون على مقربة من صفد أعلى جبل في فلسطين جبل الجرمق ويرتفع أكثر من 1200 متر عن سطح البحر ورد ذكر صفد في نقوش فرعونية تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد وعرفت المدينة في العهد الروماني باسم صيفا ويعني القلعة الحصينة احتلها الصليبيون في القرن العاشر للميلاد وقاموا فيها قلعة صفد التي لعبت دورا كبيرا في الحروب الصليبية بفضل إشرافها على شمال الجليل وطريق دمشق وجبلي كنعان والجرمق حرر صلاح الدين صفد عام 1188 للميلاد واحتفظت المدينة طوال العهد المملكي بوضعها كإحدى نيابات السلطنة في بلاد الشام ومحطة من محطة البريد المحمول بالحمام الزاجل بين الشام ومصر عام 1948 قبل النكبة كان عدد سكان صفد أكثر من 13 ألفا وكان قضاء صفد يضم أكثر من 60 قرية في السادس عشر من إبريل نيسان لعام 1948 انسحب الانتداب البريطاني من صفد قاوم الفلسطينيون ببسالة الصهاينة لكن الصهاينة المسلحين والمدربين من بريطانيا تمكنوا من احتلال المدينة بالكامل في الثاني عشر من مايو أيار نشأت في صفد صناعة اللباد معتمدة على الأصواف التي توفرها أغنام المنطقة وكانت الصباغة بالنيلة ونسج الأقمشة القطنية من مهن أهالي صفد واشتهرت بصناعة الحصر والكراسي من نباتات سهل الحول المائية وتعبر أراضي صفد أربعة أنهار هي حصبايا وبانياس والدان والبريغث التي تنبع من جبل الشيخ وتصب في نهر الأردن وتضم صفد عددا من المعالم التاريخية العريقة كالمسجد الأحمر المشيد من الأحجار الحمراء المسقولة وجامع الشيخ نعمة وجامع الحمام العنبري بالإضافة إلى جامع الأمير فيروز ما زالت معظم بيوت الفلسطينيين في مدينة صفد كما هي منذ النكبة تنتظر أصحابها الذين لم يتنازلوا عنها أبداً لا يذكر تاريخ فلسطين دون الشهيد فؤاد حسن حجازي الذي أعدم مع رفيقيه عام 1930 لأنه شارك في ثورة البراق صفد صفد هل جن يجد؟ صفد صفد هل جن يجد؟ والمستحيل ترك النظيم ترك النظيم إذن هذه هي صفد ومفارقة سريعة خطرت في بالي عندما شاهدت هذه المدينة العظيمة هي أن الشهيد فؤاد حجازي الذي استشهد عام 3900 أو ألف وهو أحد قادة ثورة البراق ثورة فلسطينية ضخمة قامت ضد الإنجليز أعدم الإنجليز هؤلاء الثلاثة فأصبحوا أيقونة للثورة في ذلك الوقت إلى أن جاء الثورة فلسطينية أخرى في منتصف ستينيات القرن الماضي ودخل الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال عقوداً من الزمن بعدها أصبح هناك عملية التسوية السياسية مهندس هذه التسوية هو السيد رئيس فلسطيني الآن سيد محمود عباس سيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين الآن والذي يطمح أن يشكل دولة قال ذات مرة بالصوت والصورة أنه لا يرغب بالعودة إلى صفد يعني لا يرغب بالعودة إليها بعد هذا اللجوء الطويل وبعد هذا التهجير القصري الذي مرسه الصهاين على الفلسطينيين إنما يمكنه أن يعود إليها يعني زائراً زائراً في رحلة كالرحلات المدرسية أو الجامعية التي يقوم بها طلبة الجامعة أو المدرسة أما هو فلا يريد أن يعود لها أو ليس بالضرورة أن يعود لها عودة أخيرة وأبدية إلى موطن رأسه وهو الآن رئيس دولة فلسطين بهذه المفاهيم يحاول الاحتلال ترسيخ روح جديدة فلسطينية مع الأسف الشديد وهذا هو الخلاف الذي يبدو واضحاً الآن بين من يريد أن يقاتل حتى النفس الأخير لاستعادة الأرض المقدسة وبين من يريد أن يدخل في مفاوضات طويلة لن تعطي شيء وقالها من قبل شامير عندما كان رئيساً للوزراء الصهيوني قال بأننا نستطيع أن نفاوض في أتفه الأمور عقداً من الزمن وهكذا هم يفاوضون الشعب الفلسطيني الآن من خلال هذه القيادة التي لا تمثل تمثيلاً حقيقياً ولم يأخذ نتائج حقيقية حتى هذه اللحظة نسأل الله الهداية لرئيسنا محمود عباس وأن يقول مرة أخرى بأن الصفد هي بلدي موطئ رأسي وسأعود إليها بعد هذا اللجوء الطويل وإن لم أعد سيعود أولادي أو أحفادي وليس كما قال بل أن يستشهد على أرضها كما فعل فؤاد حجازي من قبل الشهداء لا ينساهم التاريخ بل يخلدهم في صحائفة من نور ومن خلود تحياتنا لكم من فريق العمل في هذه الحلقة تقبلوا عاطرة تحياتنا وأتذكروا دائماً إن ينصركم الله فلغالب لكم السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر